صباح الخير من جديد في الفترة الأخيرة تم ملاحظة أن هناك ظهور لأعراض غريبة يعاني منها فئة الشباب بشكل أكبر من غيرهم وبعد تحاليل وصور متعددة تبين أن سبب هذه الأعراض هو شد عضلات الرقبة الحاد تماما قد يعاني البعض من مظاهره وعراضه التي سنتعرف عليها خلال لقائنا مع خصائي في هذه الفقرة ولكن لا نعرف ما هو السبب ولا نعرف أيضا طريقة العلاج فقد يتوه المريض أساسا في معرفة السبب وكثير من الأشخاص يظنوا أن هذا الألم هو ألم الدسك فيعجز عن البحث عن علاجه لذلك يجب الحديث عن شد عضلات الرقبة الحاد ويسعدنا أن نرحب بأخصائي العلاج الطبيعي محمد عصام للحديث حول هذا الموضوع صباح الخير صباح الخير يعطيكم العافية أهلا وسهلا فيك طيب خلنا نتكلم إذن في البداية يمكن كلنا بطبيعة شغنة كنا نتكلم تحت الهوى وأنه مرات من رقعة فوق المكتب الفترة طويلة الرقبة والرأس كمان أنه حامل 20% من وزن الجسم أكيد بيثقل ويسبب هذه كل المشاكل لكن حاب نعرف منك ما هي أعراض شد عضلات الرقبة الحاد وشان الناس تعرف تميزها طيب في البداية أعطيكم العافية وسعد صباحكم العافية الأشي الذي أحب أحكيه قبل أن نبدأ في موضوعنا هو راحت كل واحد فينا في حركته وليس راحته في قاعدته فالمشكلة أنه ندخل عشان نبلش في موضوعنا ما هي أعراض شد الرقبة أو ألام الرقبة نتيجة للشد العضل اللي بيصير اللي هي ميكانيكية حركة العمود الفقري بتكون غلط فبالتالي احنا نقعد لفترات طويلة نستخدم التلفون لفترات طويلة هاي الشغلات كلها بتسبب عنا أعراض أعراضها بتظهر عنا على شكل ألام أو جاع خدران نمنا الجسم بيصير يعطينا منبهات لحتى تبين عنا شو هي المشكلة الموجودة فمثلا من أعراض الشد الرقبة الحاد أنه المريض يصير يعاني أو يلاحظ أنه في عنده مثلا خدر نازل على إيديه مباشرة بروح بلجأ أنه ديسك لا هي غالبا بتكون عبارة عن شد عضلي هذا الشد العضلي يخلى الفقرات تضغط على بعضها فبالتالي بيسبب عنا ضغط على النخاع الشوكي فبالتالي بصير يبين عنا خدر أو بسبب عنا حرارة برودة في بعض الأوقات في الأطراف الأصابع في بعض الأوقات بيجي المريض بيحكي لنا أنه أنا حاس أنه فيه جبل على كتفي هاي لما يكون هيكением في عنا مشكلة يجد الألم للكتف للكتف مباشرة نتطلع على العمود الفقري نتطلع على الرقبة نتطلع على المنطقة المجاورة له فبالتالي الكتف بيحكي لنا المريض أنه أنا حاس أنه فيه جبل كامل على كتفي هاي من أعراض الشد الرقب الشد على عضلات الرقبة الحاد فإحنا لما نحن شخص نفحصها لازم نتبع على طريقة حركة العضلة كاملة نتطلع على حركة العمود الفقري كامل نتطلع على حركة الرقبة كاملة هذه الشغلات كلياتها لازم نتبع عليها لحتى نلاحظ أنه شو الأعراض التي طلعت معنا ويعاني منها المريض كثيراً ممكن أن نحمل أشياء بطريقة خاطئة نأخذها من الأرض بطريقة خاطئة أو نحملها مثلاً على رؤوسنا هذه الأشياء هي من مسببات الألم في الرقبة وإيش هي عموماً المسببات لألم الرقبة الحاد كل شيء غلط يبين على جسمنا مباشرة فمثلاً طريقة أو ميكانيكية حركة العمود الفقري لازم هي ميكانيكية معينة الله سبحانه وتعالى بس خلق العمود الفقري خلقه فليكسبل إنه قادر يتحرك في وضعيات واتجاهات يمين يسار قدام وراء حركة دائرية فبالتالي أي لود أو أي وزن زائد على العمود الفقري راح يسبب عنا أعراض اللي هي إحنا قاعدين بنحكي فيها أعراض الحاد اللي بتسبب عنا الألم ممكن نتيجة أن القاعدة المطولة لفترات كثيرة وهسا إحنا في عصر التكنولوجيا قاعدة المكتب فإحنا بأمثلاً بيجينا من الساعة خمسة للساعة سبعة ترويحة الموظفين هاي عبارة عن الموظفين اللي بيكونوا قاعدين طول النهار على المكتب بيجوك بهذه الألام النتيجة اللي هي الألام الرقبة ألام منتصف الظهر كمان لأنه طول الوقت قاعد على المكتب قاعد راسه يعني بس مركز في الشاشة اكتافه رايحة لقدام فبالتالي هو طول الوقت قاعد وقاعد يعني بيعمل لود وجهد عالي على عضلات الرقبة فما بنتبه لحاله فهي من الأسباب المؤدي للشد الرقب الحاد برضو نتيجة لقلة في الحركة قلة في حركة العمود الفقري كان في عنده مشكلة فالجسم بحاول أنه يخفي هذا الألم فبالتالي أنا بصير أعوض في عضلات عن عضلات لحتى ما يبين عندي الألم بزيادة فنتيجة لقلة الحركة ومع لجنة المشكلة السابقة بيظهر عندنا هاي الأعراض اللي صارت عندنا في المشكلة بالنسبة للرياضيين اللي بمارسوا رياضة هل ممكن يصير معهم ألم الرقبة الحادة؟ بالنسبة للرياضيين نسبة إصابة الرياضيين في شد الرقبة أقل من غيرهم لكن خصوصا رياضيين كمال الأجسام اللي هما يرفع أوزان تقيلة وبعض التكنيكس أو الطرق رفع الأوزان بالطريق الخاطئة بتسبب عنا ألم في الرقبة لكن نسبة إصابتهم أقل لأنه بطبيعة حياتهم أنه بكون في حركة كثيرة كما حكينا راحتنا في حركتنا وليس راحتنا في قلة الحركة تمام طيب أنا حب أعرف منك التصرفات الخاطئة اللي مرات نحن نسويها وبتأثر علينا لأنه مرات يأتي يقول لك مثلا أنا قاعد هذه القاعدة ومرتاح لا يوجد أي مشاكل نفس فكرة العباد لو حملتها 10 دقائق لا يوجد مشكلة ولكن لو جزت 8 ساعات بنفس الطريقة اللي أنا قاعد فيها على المكتب وحاملها أكيد بتحصر لي مشاكل كثيرة فعرف منك لجل مقاعدة المكتب ما هي التصرفات الخاطئة اللي ممكن تزيد من ألم الرقبة تمام من التصرفات الخاطئة نحن نتطرق لجزئية قاعدة المكتب من التصرفات الخاطئة في قاعدة المكتب إنه إحنا عادي إنه نقعد ساعتين وثلاث ساعات على نفس الوضعية إحنا ما بنحكي إنه في وضعية صحيحة 100% قاعد عليها 8 ساعات مستحيل إنه الجسم برضو رح يأخذ ميكانيكيا على نفس الوضعية اللي أنت قاعد عليها فبالتالي أنت قاعد تضغط على جزء معين من الجسم خلال فترة طويلة فالوضعية الصحيحة هي إنه كل نص ساعة أو كل تلت ساعة لنص ساعة تقوم تغير من الوضعية اللي أنت قاعد فيها هاي من السلوكيات الخاطئة إنه بيجينا والله اليوم نسيت حالي قاعدت خمس ساعات على اللابتوب أو قاعدت خمس ساعات على المكتب وأنا قاعد بس بشتغل هيك طريقة خاطئة فالمريض نفسه بيحكي لك شو سلوكيات الخاطئة أو بيحكي لك مثلا نمت لفترات طويلة وكانت المخدة أعلى أو أوطى من التخد بعرفش إذا بقدر أفرجيكم كيف هاي مخدة لما الواحد يكون نايم على جنبه فلنفرض لازم حجم المخدة يكون ما بين شحمة الأذن والكتف تمام بحيث إنه الرأس ما يكون مائل بهاي الطريقة وما يكون مائل بهاي الطريقة يكون في وضعية الاستقامة بالضبط معباية ما بين شحمة الأذن والكتف لازم هاي المنطقة تكون معباية في أثناء النوم كثير من الناس بسحة الصبح بيحكي لك والله رقبتي متيبسة مش قادر أحرلك نايم يعني بحرك يمين بس الشمال مش قادر لأنه نايم على الجهة الشمال فصار في عنده محدودية في حركة الطريقة ممكن حتى إذا المخدة منخفضة نسحبها نسحبها ونلفها شوية نتلفها لفها يعني الواحد يعرف كيف البوستر اللي برتاح فيه لكن تكون بأقرب للوضعية السليمة والوضعية الصحيحة مين أكثر الرقبة ممكن بتورجعوا أكثر النساء والرجال؟ آه هل يتجي لكم عادة للعيادة أنه في عندهم مشاكل أكثر؟ نسبة كبيرة ما بين الرجال وما بين النساء الناس اللي بيجبعان من هذه المشكلة لكن مشكلة النساء ما بعد الولادة خصوصاً النساء المرضعات مشكلة الشباب أكثر لأنه نسبة عمل الشباب على المكاتب أكثر فبالتالي الناس اللي بيجونا نسبتهم عالية يعني الإحصائيات الدقيقة قديش إنه 50 بالمئة والأربعين بالمئة مش عندي الرقم بالضبط الصحيح من عندك أنت بنعياد؟ أنا بنعياد للناس بيجووني نسبة الشباب أكبر بحكي لك من الساعة خمسة للساعة سبعة المرضى اللي بيجووني هدول فقط هم الناس بحكيلو أنت بأي مكتب بداوم مش ويشو تشتغل بأي مكتب بداوم فخلاص معروف أنهم شغلهم مكتبي فبيجي مشد شاد بيجي تنشن خلوصاً بيجي بعد يوم متعب وطويل بيجي معاه سطاع أو مرات بيجي دايخ وحاسب الإرهاق فمباشرة بتدخله على الغرفة معينة لازم تحكي أنت واحد اثنين ثلاث تبلش فيه ببروتوكول معين سلام عليكم جميعاً سلام عليكم جميعاً الله تكلاح الله تكلاح نحن بوجودكم أكيد كخصائي العلاجين مكون شوية متطمرين لأنه يمكن زمن لما يكون جي لك صداعة وحمة ونتمش عارف أش سببها أصلاً فخصائي العلاج اختصروا بسافة طويلة كنت بديت أنت بتتكلم على موضوع العلاج وأيش التكنيك اللي بتسوها معلش تكلمنا أيش التكنيك من أول ما يجيك حد عنده ألب رقبة تمام طبعاً بيجي المريض محول من الدكتور لآلام الرقبة التشخيص بيكون بيعتمد على ما بيني وما بين الطبيب هل مثلاً الطبيب بيكون بيعتمد على صور الأشعة والرنين المغناطيسي والفحص السريري أنا بكون بيعتمد على كلام الطبيب وبأكمل عليها بالتشخيص الدقيق والتفصيلي للرقبة بعد ما نشخص المريض نتأكد هال مشكلة هي فعلياً ديسك ولا هي مشكلة فقط عبارة عن شد عضلي الشد العضلي معروف شو أعراضه الديسك معروف شو أعراضه شو الأسباب اللي بيسببها وكيف ترغبها ما بينهم يعني في خلط كبير حقيقة ما بين يعني ألام الرقبة على الحد وما بين الديسك شوف أنا بدي أختصرها في جملة الديسك لما يجيك المريض يحكي لك أنا طول نهار موجوع وطول نهار في عندي خدر وطول نهار في عندي نمنمه وحرارة وبرود هاي شغلات هاي شغلات إحنا سعيتها نلجأ أما بحكي لك لا بس أقعد في وضعيات معينة فأعرف إنه صار في جهد على عضلة معينة فشدت لما شدت هاي العضلة خلاص صارت عنا هاي اللي أعراضها وإحنا بالفحص السريري من نكون عارفين يعني منمشي على العضلة منشوف هل فيها تليف عضلي اللي هي تريجر بوينتز منكون نفحص بالمفصل هل في إزاحة في المفصل في روتيشن حركة في المفصل هاي شغلات اللي احنا نفحصها بعد هيك من بلش يعني ما بتحتاجوا مثلا لتشخيص أشعة وأجهزة تشخيص أصع الأشعة بجينا المريض محول من الطبيب مع صور الأشعة فبكون يعني خلاص محول من الطبيب مع صور الأشعة الطرق العلاج باعتمد طبعا كل معه هي عبارة عن مدارس في العلاج الطبيعي لكن نرجع دائما للأصل والباسيك وهي ايش الطرق التقليدية في العلاج بعد التشخيص السليم والصحيح لازم نتفحص الفقرات فقرة فقرة لازم نتفحص العضلات هل في شد عضلي والأوتار حوالين هذي والأوتار واللي هي الليغيمنتز نسيت شو معناتها في العربي لازم نتفحص هل في مشكلة الأربطة هل صار فيها شد هل صار فيها إطالة هل صار فيها تمزق بسيط وعلى أساسه احنا منبلش في التكنيكس للعلاج يعني هو محتاج فقط علاج طبيعي مش محتاج كمان ممكن لإجراءات أخرى غير العلاج الطبيعي إذا كان الألم شديد بحاجة لمسكنات ومهدئات للألم بعد هيك احنا منجأ للعلاج الطبيعي بالنسبة لنا العلاج الطبيعي هو المسكن للألم ونحن نعطي وصفة طبية للمريض وهي عبارة عن التمرين العلاجية لكسر العادات اليومية الله أعطيكم العافية طيب خلينا نأخذ منك إذا ختام هذه الفقرة أن نلخصها في مجموعة طرق وأساليب تساعدنا على لوقاية من الإصابة بألم الرقبة الحاد خصوصا أثناء المكاتب خلص إحنا مفروض علينا أن نشتغل في المكتب فإيش الخطوات التي يمكننا نسويها أو تلفون حتى الحسوب مية اللابتوب طول الوقت حتى لو تماريب الخطوة الأولى كل تلت ساعة على نص ساعة يجب يتحرك لا تخلي كل شيء يريدك إياه قريب منك الطابعة قريب منك ابعدها عشان تضطر أنك أنت تقوم الماء قريب منك ابعدها عشان تضطر أنك تقوم هاي شغلة أولى بعرفش بقدر إذا بتحرك هون في مكاني بس أنا بدي وضعيات بسيطة وإحنا قاعدين على المكتب بهذه الطريقة تمام ممكن نحط إدينا على كتافنا كل شوية نظل نزيح رقبتنا مع ظاهرنا بالضبط في هاي الطريقة نحن بضل نحرك يعني زي ما حكي أنا راحتنا في حركتنا وليس راحتنا بثباتنا ممكن كمان نحط إيدنا وراء ظاهرنا بهذه الطريقة تمام ونزيح رقبتنا باتجاه الإيد اللي احنا منشد فيها فرح نحس بشد وإطالة في هاي العضلات تمام ونفس الشيء العكس بهذه الطريقة رح نحس بشد وإطالة وممكن وإحنا كمان قاعدين على المكتب نحرك الرقب إلى حالها كجزء ريمين يسار تحت وفوق هاي كل هم التمرين تعملها إطالية حركة دائرية كمان ممكن حركة دائرية مع عقارب الساعة وحركة دائرية عكس عقارب الساعة هاي شغلات كلياتها لازم لازم نعملها لأنه زي ما حكي أنا راحتنا في حركتنا وليس راحتنا في قائدنا يعطيك العافية سيد محمد عسام وأنت أخصائي العلاج الطبيعي على كل هذه التفاصيل وعلى تمارين اللي حضرتك شرحتها لطريقة مبسطة نعطيكم كمان تمارين في قائد الأيام مفصلة لكل بلنا سيكون لنا لقاء يعطيك العافية جميل يعطيك العافية محمد كبران جزيرة الله يساعدكم الله يساعدكم